بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم معكم المهندس حازم عبدالله عقارك هنا للتسويق العقاري والتشتباط ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد وتقدير المجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك يالا نبدأ فيديو النهاردة النهاردة يا جماعة ان شاء الله معانا فيلا خاصة عبارة عن دورين وسطح بالاضافة طبعا الى مساحة الارض الكلية ده كده يا جماعة شكل الفيلا من برا الفيلا ما شاء الله اول سكن لسه ما فيش حد سكنها خالص ده كده شكل الوجهة بتاعة الفيلا من برا فيه عندنا بابين باب دخول للافراد وباب للعربية او للسيارة هنا كده الباب بتاعة السيارة او الجراش عموما تعالوا نخش منه مبدئيا ده كده شكل الفيلا اهو من برا بتبص طبعا على شارع عرضه عشرين متر الجراش ده جماعة المفروض ان ده الجراش بتاع العربيات ده بياخد اربع عربيات او اربع سيارات وهنا كده ده يعتبر التراك اللي حوالين الفيلا كلها تعالوا الاول نبص على التراك كله ونشوف معنا ايه في التراك بتاع الفيلا وبعد كده نخش نشوف الفيلا نفسها من جوة ونشوف التأسيمة بتاعتها عاملة ازاي هنا ده كده يعتبر زي مخزن تحت ده كده يعتبر سلم خارجي للفيلا السلم ده سلم خارجي للفيلا ده كده يعتبر الجزء التاني من التراك كده تسلم علي منه ومعه برضو المدخل بتاع الفيلا ده يعتبر جماعة المدخل اللي هو الاساسي بتاع الفيلا وده السلم اهول اللي طالع ايه اللي طالع لفوق سلم خارجي طبعا غير سلم كمان داخلي من جوه هنشوفه دلوقتي الفيلا جماعة تشتبها الترا سوبر لوكس اول سكن ممكن نلبيع كاش وممكن تقسيط فيه اللي قدامنا ده المدخنة الجميلة دي معمولة بالطوب الحراري والديزاين الجميل ده ده كده التراك كله اللي حوالين الفيلا ده كده يعتبر الجنب اللي احنا دخلنا منه او اللي هو بياخد معايا اربع عربيات اللي هو المدخل بتاع الجراش بتاع الفيلا وده شكل الفيلا اهو من ورا ده هنا كده اللي قدام حضراتكو ده الباب اللي احنا دخلين منه اللي هو بتاع الجراش اللي بيبص على الشارع الخمستاشر متر هنخش بقى كده دلوقتي يا جماعة الدور الارضي من الباب الخلفي ده كده يعتبر الباب الخلفي اللي هو جاي من الجراش اول ما بندخل منه كده بنقول طبعا بسم الله ما شاء الله هنا كده على الشمال بتجيلنا التيفي كورنر او المكتبة معمولة بالحجر والجيبسن بورد اللي هو حجر المايكا وده كده هنا على اليمين بيجيلنا المطبخ ده كده المطبخ اهو يا جماعة من جوة بالرخامة الجميلة الجلاكس الاسود دي طبعا السقف كله سي ان سي بالخشب ده برضو معمول كام طابلو كده بيدوا معنا ديكور برضو دي هنا كده اول غرفة يا جماعة معنا احنا معنا كده دي اعتبر ده الدور الارضي معنا فيه غرفتين ورسبشن والمطبخ وحمام دي كده تعتبر اول غرفة معنا يا جماعة بتبص هنا كده على الالتراك ده دي المتخانة هناك اهي او الالتشواية سي ان سي في السقف مع الجيبسن بورد وهنا برضو ده باب بيخرجني على الالتراك بتاع الفيلا دي كده تعتبر اول غرفة هنا المطبخ اهو على الشمال وهنا كده على اليمين برضو بتجي لنا الغرفة التانية جنبيها على طول دي الغرفة التانية اهي بتبص برضو على الالتراك من هنا من الشباك ده وليها برضو باب على برة اللي هو ده دي كده جماعة الغرفة التانية بعد كده هنا على اليمين بيجي لنا الحمام ده الحمام اللي تحت جماعة لسه في بودو هنطلع الدور اللي فوق في حمام برضو تاني الفيلا جماعة اول سكن الفيلا كاملة المرافق فيها عددين كهربا وعداد مية ده كده يعتبر اللي موجود في الدور الارضي ده كده الباب هو يا جماعة ده يعتبر الباب اللي جاي بقى من المدخل اللي هو اللي ايه اللي عند السلم اللي احنا شفناه و احنا جايين دي البوابة اللي المفروض اللي احنا مدخلناش منها احنا مدخلناش من دي بس لفينا حوالي الاتراك ووريتها لكو و احنا بنلف وده السلم وهو الخارجي وهنا كده السلم الداخلي تعالوا نطلع بقى نشوف الدور التاني نشوف معنا فيه ايه ده كده سلم داخلي خشب كده وصلنا بقى الدور التاني او اللي هو الدور الاول بعد الارضي ده في الريسيبشن ده ده ريسيبشن كبير من شاء الله هنا كده بتجيلنا الغرفة الاولى دي اول غرفة بقى في الايه في الدور اللي فوق فيها اتنين شباك وباب برضو بيخرجني على بلكونة داير ما يدور حوالين الفيلا ده كده اهو الباب اللي بيخرجني على برا ده هنا كده اعتبر بلكونة دي بتبص على الشواية اللي تحت اهيه على التراك وعلى الشواية ومن هنا كده برضو ده اللي هو بيخرجني ده اللي هو يعتبر الجراش يا جماعة ما شاء الله الفيلا كلها جماعة سي ان سي طبعا باشكال مختلفة يعني الاشكال اللي جوه غير الاشكال اللي برا تعالوا نرجع من هنا تاني عشان ايه منتهش من بعض بحيث ان احنا نبقى مركزين كويس في التفاصيل ده كده اهو الريسيبشن يعتبر اللي جوه احنا كده خلي بالكو عشان تركزوا معانا احنا شوفنا كده غرفة في الدور التاني ودي كده الغرفة التانية يبقى احنا كده عندنا غرفتين فوق وغرفتين تحت برضو ما شاء الله برضو بالديزاين الجميل اللي حالاتكم شايفينه ده الغرف ما شاء الله مساحتها كبيرة ده كده يعتبر شباك زي بانوراما كده بيبص برضو على التراك ومعانا البلكونة دي دي بيتبص على الشوايا برضو من فوق والتراك دي تعتبر بلكونة خاصة كده ايه صغيرة كل الغرف يا جماعة بلكونات دي كده تعتبر الغرفة التانية او بالاجمالي اللي هي تعتبر الغرفة الرابعة نرجع كده تاني في هنا بيجي لنا الحمام التاني ها جماعة احنا طبعا شوفنا الحمام اللي تحت وده كده يعتبر الحمام التاني اللي فوق الفيلا اول سكن يا جماعة لم تسكن بعد ده كده الريسبشن اللي فوق بالدكورات بتاعته برضو اللي حضراتكم شايفينها دي تعالي نخرج برضو من هنا نشوف معانا الفيو من البلكونة دي دي اللي هي البلكونة تعتبر اللفة حوالين الفيلا ده الشارع الخمستاشر متر هولي احنا جايين منه من تحت ده كده اتراك من تحت تعالي بقى نروح برضو نطلع على نشوف السطح من فوق واحنا بنتفرج على السطح نبدأ نراجع مع بعض الايه البيانات بتاعت الفيلا كلها ونشوف السعر والعنوان وكل شيء ده كده سلم رخام نطلع منه بقى على السطح بتاعنا نشوف برضو الفيو من فوق كده وصلنا السطح هيا جماعة من فوق طبعا مش مبني فيه اي شيء ممكن انت بقى لو حابب تعمل فيه برجولة تعمل فيه حاجة برضو ممكن يستغل في حاجات كتير جدا بس اللي عمل الفيلا سابها ايه ساب دي حاجة يبقى ايه فيها الحرية للي هيشاء للي ايه للي حابب يعمل اي حاجة نراجع مع بعض البيانات مرة تانية كده بسرعة بقى دي يا جماعة فيلا مساحتها 270 متر صافي مباني على 75 متر الفيلا ارضي ودور وسطح الفيلا اربع غرف واثنين ريسبشن فوق وتحت واثنين حمام ومطبخ الفيلا اول سكن الترا سوبر لوكس فيها اتنين عداد كهرباء وفيها عداد مية الفيلا مسجلة في الجهاز الفيلا عنوانها الاسكندرية 6 اكتوبر شاطئ النخيل العجمي الفيلا للبيع كاش او تقصيد في حال البيع كاش سعر الفيلا 3 مليون ومئة الف في حال البيع تقصيد على سنتين 3 مليون وخمسمائة الف بتدفع 50% وبتقصد 50% على سنتين وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجودة قدام حضراتكو على الشاشة في رقم فون ورقم فون زائد واتساب في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول مواعيد العمل من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله